المساء الخير وأهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مملكة الجمال وزي ما احنا عارفين البرنامج بيقدم كل ما هو جميل وجديد وإيجابي ومفيد وبيرمز لمصر وشعبها وبيقدم وبيعرض كل ما هو جميل في مصر بدأ من شعبها لحد آخر زر الترابة على أرضها مستنية مشاركتكم واتصالاتكم واستفساراتكم وضيفي النهاردة ضيف مميز كان شرفنا قبل كده في حلقة ماضية يعني في المسلم اللي فات معي دكتور هاني الغزاوي استشارة تغذية العلاجية وعضو أكاديميات بكين والمجلس البريطاني للطب التكميلي أهلا بك يا دكتور أهلا بك أهلا وسهلا مشرفني ومنورني دايما بنسمع عن التغذية الإكلينيكية والتغذية العلاجية نعرف ايه التغذية العلاجية والتغذية الإكلينيكية الفرق بينهم هو احنا عايزين نقول ان احنا التغذية العلاجية هي التغذية الإكلينيكية الفرق بينها فرق الحقيقة يعني فرق تسميات خفيفة ولكن عايزين نقول اساسا يعني ايه تغذية علاجية او يعني ايه تغذية إكلينيكية عايزين نقول ان هو ليه فيه تغذية علاجية وايه اللي خلانا يبقى فيه تغذية علاجية قلينا نقول كده ان احنا كان طلع احصائية في الاحصائية عن المجلس الاحصاء الإنجليزي وكانت الاحصائية الحقيقة احصائية هي دي ممكن ان عاشد كتير من التفكير الاستشفاء الغذائي او العلاج الغذائي او لما بيخش المريض في بعض الاحيال بيبقى عندي تطبيق صنيري يعني المريض في المستشفى في الكلينيك بنطبق عليه التغذية العلاجية او الكلينيكية ازاي الاحصائية بتاع المجلس الاحصائي البريطاني كانت عبارة عن ما يلي كان فيه احصائية بتقول ان عدد الفئات المتوفى نتيجة امراض الجهاز الهضمي الاطباء خمسين نقطة حراس المنازل عاملين خمسة واربعين نقطة رجال السلك الدبلوماسي عاملين اربعة وثلاثين نقطة اللي عاملين في الفلاحة يعني الناس بتشتغل في الزراعة عاملين تسعة عشر نقطة الاحصائية خلينا نركز على حكتين كل خمسين دكتور طبيب بيموتوا من امراض الجهاز الهضمي يقابلهم فقط تسعة عشر فلاحة يعني الطبيب بما يملك من ادوية ويملك من علاج متقدم للجهاز الهضمي خمسين طبيب فقط يقابلهم تسعة عشر من عمال الزراعة او اللي عاملين في الزراعة وكان دي حقيقة اندكيشت او يعني نقطة ناخد بالنا منها هو ليه الاطباء عاملين نسبة دي وليه عمال الزراعة عاملين نسبة دي الطبيب بما يتعود عليه من ادوية يعني انا الطبيب عنده قولون بياخد علاج القولون يهد القولون القولون فيه مشكلة هدية المشكلة خلاص الدنيا مشت الطبيب عنده مشكلة في المعدة بياخد علاج المعدة علاج الدواء بتاع البعدة موجود وهكذا فالدنيا مشى كويس ولكن فيه مشكلة تتفاقم جوه فيه مشكلة قولون جوه فيه مشكلة معدى جوه الدواء عمل لها مصك الدواء عمل لها إخفاء ولكن لم يعالجها عمل الزراعة ما خدش دواء عمل الزراعة ما خدش حاجة تعمل مصك أو تغفي المشكلة ويسبة كبيرة يا دكتور من المشاهدين عندهم قولون عندهم مشكلة في القولون كتير بسبب ايه ما هو القولون عايزين بس الناس تاخد بالها القولون ده موضوع كبير القولون يعني عندي جانيشو دي أستاذ في علاج القولون في أحد أكاديميات في إنجلترا تقولك إنه هو لو لم تكن هناك مشكلة قولون ما كان هناك مشكلة تساقط شعر ولا تصبغ بشرة يعني القولون ليه علاقة بكل الموادل في الجسم التالي شعر بيتساقط تصبغ بشرة الصدر بيترهر لا نفهم بقى الموضوع صحة صحة بتهتز وهكذا جاء واحد تالي وقالك إن أنا ده دكتور جينسن ده كان رجل في كاليفورنيا كان رجل متخصص برضك في علاجة قولون كانت عنده مريضة برازيلية عندها خمسة واتفين سنة بيجي لها قولون مع مشكلة الإمساك لمدة 18 يوم مثلا شوفي 18 يوم إمساك عامية إيه؟ مدة طويلة كل 18 يوم بتخرج لا تجعانا انقطاع الدورة الشهرية يعني قولون مطارب بيأثر حتى على الهرمونات شعر بيتساقط بشرة واحدة ظهر بظهرها أكثر من لازم فده مشكلة اللازم كل يعرف الاهتمام بالقولون ليس يعني إن نحن ناخد أدوية قولون نهدي ألم القولون ونسكت لعشان كده خمسين طبيب يقابلهم 19 فقط توفوا من أوراد الجهاز الهضمي من عمال الزراعة طيب إيه المشكلة بتاعت القولون جات إزاي؟ مشكلة القولون إحنا عايزنا طيب إزاي عرف يا دكتور إن المرض اللي أنا بشتكي منه ده لي علاقة بالقولون سواء بقى تساقط شعر أو أي حاجة تاني لأ بصي هو مشكلة القولون بتبقى واضحة مشكلة القولون هو بيسعد كده ثم بستارد ثم نازل صاعد بستارد نازل ألم هنا أو ألم في المنطقة دي أكتر بيبقى تحت الكبد مخنوق شوية فحتى الناس تشوك إن هو كبد لأ ده قولون بعيد عن أعراض المرارة؟ أعراض القولون؟ بس لأ أعراض المرارة المرارة هنا لكن المرارة ده غالبا بتعمل ألم في الكتف الأيمن تمام والمرارة لها حالة انقباضية معينة لكن القولون لا بيدي أحساس بالاقتناء في المنطقة دي فالقولون بقى فيه مشكلة طب مشكلة القولون هي إيه؟ مشكلة القولون زي بقلتلك إن احنا بنتعالج معها بالمسكنات احنا داخل القولون فيه 85% من بكتيريا اسمها البكتيريا النفعة تمام وفيه 15% من بكتيريا اسمها البكتيريا ببرا البكتيريا النفعة دي دي بتفرز أحماض أمينية مفيدة للجسر تفرز منجانيس مفيد للشعر مفيد للبشرة تفرز زنك تفرز كالسيوم فهي البكتيريا النفعة تنفع الإنسان وبتديه حاجات مفيدة من زي ما نقول من شعره لبداسه لو اضطربت يبقى أنا قصة هذه المواد وتتحول البكتيريا النفعة فيه دم هناك بكتيريا ضرعة اللي هي 15 فبئة تقدر بكتيريا ضرعة تزيد 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 لغاية بسي أعمل انتفاق هو الوحصة انتفاق الإنسان عشان بكتيريا ضرعة بتفرز غازات بتشتغل أكتر من بكتيريا النفعة بتشتغل يعني أنا لو عندي بكتيريا النفعة تقدر من 15% بقت 25% بقت الدنيا تهتز زائلت عن كده بديدي بداسوق أكتر طب ايه اللي بيزود بكتيريا ضرعة أو ايه اللي نعمله عشان البكتيريا اللي نفعت تزيد وتنشط أكتر ما هو خليك أقولك اننا إزاي ما ينخليش بكتيريا ضرعة أول تزيد بكتيريا ضرعة ما تزيدش لو قللنا من اللحوم اللي بيحصل انه هو البكتيريا الضرعة بتشتغل على بقايا اللحوم أو بقايا المروتينات الزيادة فتبتدت تحللها تبتدت تحصل غازات تحصل مشكلة القولون يعني أكل الخضروات والفواكه أحسن آه يعني هتقلل بروتين ما أمكن يعني مضادات حيوية التاخل بحرصة جدا الشاي والقهوة ضربة يعني هل الأدوية المضادات الحيوية بتعلي من البكتيريا الضربة؟ بتعلي من البكتيريا الضربة عشان كده هتلاقي في بعض الأقباء معلومة طبعا مفيدة ومؤمنة ياخدوا بيده للناس أدوية مضادات حيوية بيدوم فيتامين به وبيدوم مضموعة الفيتامين عشان يعوض اللخبطة اللي بتحصل من المضادات الحيوية على البكتيريا النفعة وزاة البكتيريا الضربة في الجسم طيب البكتيريا النفعة خلينا نقول إنه هو إيه اللي زودها؟ إيه الأكلات الهامة لزيادة أو نشاط البكتيريا النفعة؟ أنا عايز أقول لك أنا كنت في مرة في لشبن في برتغال كان فيه مؤتمر كبير جدا وكان فيه الدكتور إيرن ده واحد من الناس القمم في الحقيقة في بردك الأبراض البطنة وكان بيتكلم إيرن إنه هو وصل سنة تسعين وإنه هو في قمة نشاطه وإن قمة نشاطه دي وإنه هو تزوج في سنة تسعين كان هو كان بيت تزوج في سنة خمسة وعشرين عشان حاجة واحدة بس إنه هو حافظ على القولون بتاعه والله تصوري بقى الدكتور إيرن هيجي الساعة سي مثلا الساعة ستة محاضرة الدكتور إيرن هيتكلم في المحاضرة دي إنه هو اتجوز في سنة التسعين كأنه في سنة الخمسة وعشرين وفي نفس الوقت ده في حوالي مثلا ست قاعات ست قاعات فضيه خالص وكله راخ طبعا يشوف الرجل إزاي حافظ على صحته ونشاطه وحركته والجمال ده طبعا وفي سنة تسعين هو قال له ببساطة جديدة جدا إن أنا حافظت على صحتي وحافظت على نشاطي وحافظت على شبابي وأنا في سنة تسعين عشان حافظت على قولوني التغذية السليمة هي أساس كل حال حافظ على قولوني إزاي حافظ على قولوني إزاي حافظت تماما إن أنا عشائي اللي من سنة الخمسة وعشرين يتكون من فقط زبادي العشاء العشاء زبادي ومعاليها معلقة عسل نحل بس وبعد الساعة سببا ما يكونش حال عشاء عشاء هو سيادتك وانت عارفة الأساس الأوروبيين هو العشاء بتاعه بيقى بادل شوية نعم يتعشى بسيادتك كباية زبادي ومع مقاية عسل نحل وقال له بالفتر ده كل ده على مدار السيني اللي فاته اللي أنا عايز أقوله لك إنه هو إيرن كان بيقول إيه خلي بالك فيه حديث سيادة رسول الله بيقولك فيه ترك العشاء مهرمة تعشوا ولو بطمرة طيب ترك العشاء مهرمة يعني اللي هيسيب العشاء هيعجز بس مش عشاء مش هنعد تكاوي ووجبة جاية من بره لا ما ووجبة جاية من بره دي مشكلة تانية لكن العشاء هو زي ما سيادة رسول الله في ترك العشاء مهرمة وكان أكثر عشاء جاية سيادة رسول الله اللي أنا المخصر طب نعمل إيه بقى مع الأطفال والإيه اللي طالع اللي هو بيحب يقول جانك فود ويجيب ديليفري وبتزيد بقى وسامده وتشاد برجر وميونيز وكاتشاب نعودهم إزاي أوه لا موصي هو الطفل اللي برتك بلعاني يعني هو الطفل اللي بيحب يجيه هتيجي وهتعوديه مثلا ما هو أنت هتأكليك وبالزبادي بالليل أو هتأكليه هتسئي لبا بالليل كعشاء طيب المقابلي هجيب ديليفري مبارا تمام طيب خليه جيب ديليفري مبارا يوم طب اليوم التاني حبيبي من فضلك احنا هناخد نهاردا مثلا زبادي وعمل الزبادي بقى اطحان فيه مثلا طمرايا اتنين او اطحان فيه فاكهة او اعملي الزبادي بقى طعمه حلو تمام يتزوقه ما هو احنا مش يعني عشان تخش في المعركة دي مع دليفري ومع المشاكل بتاع الدليفري لازم تخشيه بشكل محبب يبقى هتضيفي حاجة عشان تبقى الزبادي طعمها محبب او اللبن طعمه محبب وكذا فبتضيفي فاكهة بتضيفي طمر بتضيفي حاجة يعني لازم إضافة اللي هي إضافة اللي هي تدي للموضوع القيمة او تدي الموضوع يبقى الشيء محبب بالنسبة للطفل بالنسبة بقى تساقط الشعر لما يبقى فيه تساقط شعر ايه الاغذية اللي ممكن تساعدنا ان احنا نحافظ او نمنع او نحد من ظاهرة تساقط الشعر بقى انا اقولك حاجة تصوري جدا بس بقى انا قبل ما اوقف تساقط الشعر لازم يشوف سيب تساقط الشعر ايه ساقط الشعر لو فيه قولون هسيب تساقط الشعر طب القولون هسيب تساقط الشعر دي قولون هسيب تساقط الشعر عشان حاجة اساسية لو البروتينات هضمها تجمع في القولون اكتر من 36 ساعة بيفرز ما يزيد عن 40 مادة سمة وهذه المواد السمة بتنتشر في كل الجسم بما في ذلك الشعر والبشرة يبقى لازم اوقف السبب اعمل لي اي حاجة موقفتش السبب بقيت فيه مشكلة طب اقرب لك الموضوع بشكل اكثر تصوري سيادة الجدر انك عملت الستوديو بتاعك او عملت بيتك عملت الاساس بتاعه كويس جدا ولكن فيه صرف صحي مش بالزبوط والصرف الصحي ده في لحظة منها ضرب كل عملتي باز يبقى لازم القولون بتاعي ده هو الصرف الصحي بتاعي يبقى الصرف الصحي بتاعي مزبوط قوي كويس عشان كده هتلاقي فيه مدرسة مدرسة تيشي كلينزينج او تنظيف الخلايا تعتمد اساسا على تنظيف القولون عشان بقيت الجسم كله طب ازاي ننظف الخلايا دكتور تنظف الخلايا لها وسائل متعددة جدا يعني خلينا اكملك السؤال بتاعك وانت قلتيني طب تساقط شعر طب تساقط شعر خلاص انا وقفت تساقط شعر وانا اخدت وقفت مشكلة وهي مشكلة القول مضطرب طب وقفت مشكلة القول مضطرب كان فيه طراب دورة خلاص بقى كويس كان فيه بشرة مش كويسة ممكن تبقى كويسة اوتوماتيك كان فيه شعر بتساقط هيبقى كويس خلال الاسابقية وهكذا طب فيه سبب تاقي اه سبب تاقي انه ممكن فيه انيميا طب يبقى نزبط الانيميا طب الانيميا محتاجة ايه انيميا الانيميا اساسا حديد طب ايه اللي موجود فيه حديد اللي موجود حديد هتلاقي موجود التفاح فيه حديد هتلاقي بتنجل في حديد هتلاقي كل ما هو خليها نبقى قاعدة كل ما هو تفتح تفاكها مستبانخ يا دكتور في حديد؟ مشكلة مستبانخ أنه هو الحياة بتاعها مكودة على شكل أجزالات الأجزالات بتاعة الحديد مشكلتها أنه هي لا تمتص بسهولة عشان كده هتلاقي في ناس كتير تاكل السبالخ تتعب قوي لأنه قولونها بيتعب لأن أجزالات الحديد من أنواع بتاع الحديد اللي هي امتصاصها صعبة جدا فالشهرة بتاع السبانخ بأنها فيها حديد ده كلام مزوط ولكن مش مزوط قوي لأن امتصاص الجهاز الهضم للحديد بتاع السبانخ قليل قوي عشان بشكل أجزالات لكن لما نتكلم عن الحديد حديد أي فكاء أي أخضار لونه يتغير على أزمين مثل تفاح لونها تغير من لون الأصفل إلى لون سود شوية إذا فيها حديد كل من يتغير كل فكهة أو خضار يتغير لون دي الأغذية المضادة للأكساد يا دكتور ما هي دي ده غزاءة أكساد الحديد بتاعه تحول من شكل أحادي وشكل صناعي طب إيه الأغذية اللي ما بتتأكسدش؟ لا ما هو أي أغذية أغذية أي حديد بتأكسد طب لو نحاس هيتأكسد وهكذا ولكن النازل بيقول إحنا بتتكلم الوقت عن حديد الحديد أي فكة أو خضار لونه هتحول ليه اللون الأحمر أو الأسود ده بقى فيه حديد يبقى ده صالح إن أنا أخذه عشان أعالج به مشكلة الشعر أو عشان أعالج به مشكلة البشرة البهتة أو هكذا لأنني لو عندي مشكلة حديد خلص قصيت على الشعر قصيت على البشرة طيب فيه ممكن حاجات تانية تأصل على الشعر أنا عندي فيتامين ألف لو نقص برضك أقص على الشعر يبقى موجود في إيه فيتامين ألف؟ لكن لأنا عايز أقوله للناس خدوا بالك فيتامين ألف أنصح كل واحد ما يخدوش إلا عن طريق مباشر أو الطريق الطبيعي إزاي؟ ياخد عن طريق جذر جذر؟ آه ياخدو عن طريق البطاطا ياخدو فيه حاجات كثيرة أو فيه فيتامين ألف اللي نقدر نقول هي فيها لون أصفر مثلا؟ اللي فيها لون أصفر يعني ده كاروتين كاروتين يعني أي حاجة فيها كاروتين بتبقى لونها أصفر زي الجذر زي أنواع من الفلفل وهكذا ده اللون أصفر ولكن أنا لو أنصح الحقيقة أنه هو حد ياخد فيتامين ألف في شكل حبوب ليه لأنه عندنا بعض روتين كده شعر تسقط طيب الحديد كويس ما فيش أدمية فيه ياخد فيتامين ألف بكمية طيب فيتامين ألف بكمية لو زاد يسقط الشعر يقولك ده أنا كل شوية بزود فيتامين ألف في الجرعة بتاعته ومع هذا الشعر بيسقط أكتر هلو الشيء زاد عن حده بنقلب لضبط؟ بالضبط تسمم فيتامين ألف يسقط الشعر ويأثر على البشرة فيستحسن أن أنا أخد فيتامين ألف بشكل طبيعي وابدع الشكل الكيميائي ما أمكنه طيب إيه الأغذية اللي بتزود منعة الجسم؟ ما إحنا خصوصا طبعا مقبلين على فصل الشتاء ونزلات البارد بتكتر والحاجات دي كلها والأمراض كتير بتظهر في الشتاء نزود منعات جسمنا الزيب شوفي هو منعة الجسم بزيد بطريقتين طريقا بشرة إننا ناخد حاجة بتشجع مثلا كرات الدموية البيضاء إنها تزيد وتبقى كويسة طب إيه اللي زود كرات الدموية البيضاء وتبقى كويسة؟ المفاجأة للناس واخد بالك إنه هو عندنا الشعير 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 زي الشعير اللي هو أنا تخلصت بإشرة خارجية بل إشرة الداخلية يعني منها مش الشعير اللي هو الشكل الكلاسيكي اللي موجود في السوق ده لأ كلا مش مزوط الشعير بالكشرة الخارجية الأولية بتاعته فيها مادة اسمها بيتا جولوكان البيتا جولوكان ده يساعد كرات الدموية البيضاء إنها تتكاصر وتعمل نوع من المناعة والمقاومة والتزود البقاوم إزاي نتناوله؟ بصي أقولك حاجة يعني هو نعمله إزاي لا أقولك حاجة يعني أنت ممكن تجيب الشعير نفسها وتغنيها ده قائم ممكن تجيب الشعير مثلا وتتخلص بإشرة خارجية وتتحان إشرة خارجية الداخلية ممكن نعمله باللبن مثلا ممكن آه يعني آه يعني وهو فيه الشعير اللي هو بالسبيت تلبينة ماشي ده النوعيات اللي هو فيه نوعيات موجودة في السوق محترمة جدا بتراعي هذا الموضوع وبتراعي إنه هو خدي بالك القيمة بتاعته فيه حاجات كده عشان برضاك نوضحها للناس فيه حاجات القيمة بتاعتها ليست في السمرة ولكنها في الإشرة ازاي على سبيل المثال الشعير الشعير فيه الجزء الداخل اللي هو بتحول لدي وجزء الأولاني من القشرة ده بيتحول لمادة المادة دي اسمها تلكتوفان التلكتوفان ده بيتحول لحاجة اسمها تلكتامين التلكتامين ده هو المادة المسؤولة عن التوازن العصب والنفس بتاع الإنسان الله فتصوري وعشان كده سيدة رسول الله يقول لك إيه يسر الفؤاد أحسوه بالتلبينة فإنه يسر الفؤاد هيحسسك بالألبك بالأنتعاش ودي حقيقة يعني خلي أي حد يجرب تلبينة صح هيسر الفؤاد يبقى سعيد يعني وخلينا نقول وحنا في نتكلم دلوقتي وحدة بارك لما سيدنا صلى يعبر عن التلبينة يقول لك إيه يقول لك حسوه التلبينة فوالله إنها لتغسل بطن أحدكم كما تغسل أحدكم وجهها من الوسخ يبقى دخل دمارك في قولون واللي شوفي التفصيل الشيء جميل يعني القولون هينضف البشرة هتنضف برضك وتقريب الحقيقة جميل فأنا عندي التلبينة في بيتا جلوكان والبيتا جلوكان ده هينشط الكرانة الضباية البيضاء ويسعيدها على المقاوم والمناعة في أحد أسباب أو أحد الأشكال بتاع المناعة أو المقاومة اللي هي التلبينة خلينا نقول إن التلبينة كمان بتنظفها لقولون فهي بتزود كفاءة القولون على إن هو يلعب دور المناعة خلينا نقول إن التلبينة كمان بما تملكه بين مادة البتوفال التي تحاول تلبت مين فيها توازن عصبي ونفسي طب دي تاخد إزاي طب أطفالنا يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ أنت عايز أقول لك هو الطفل عايز إيه؟ الطفل عايز حاجة حلوة الحاجة الحلوة لبن وطعمه حلو عسد؟ خطيه خطيه كده معلقة التلبينة على كوبية لبن معلقة شوكولاتة كاكاو وقل بيها يشرب طعم حلو طيب خلينا نقول حاجة تانية هو الطفل عايز كاستر مثلا بالشوكولاتة أو بودين بيها جزر أعمليها التلبينة خدي بالك إن هي مادة النشا بتاعتها زي النشا بالظبط بتربط اللبن أعملي له كاستر أو حاجة زي المهلبية زي المهلبية دائما يعني ما هو لازم يعني هي أنا ما بديهش دوة أنا بديه له الحاجة طعمها حلو عشان يحبها أنا بديه له حاجة عشان ترفع له المناعة وهكذا خلينا نقول برضك من أقوى الحاجات وهي الأشهر في المناعة العسل ودايما بنقول إنه هو برضك في تعبيس رسول شربة عسل وشربة عسل تبع النظام الهوميوبسي المواد ذات الطاقة العالية والعسل من أقوى المواد ذات الطاقة الشفائية تخفيفها يزيد قوتها وحتى لو استخدمنا بكسرة مالوش أي أعراض ولا أثار جانبية دكتور الأغير الأسل محتاج كده معلقة عسل في اليوم يعني محتاج معلقة عسل في اليوم لو مثلا طفله وحتاج مثلا ياخد عسل كتير أو ممت بتديره عسل كتير عادي دا ما عنديش مشكلة عادي ما عنديش مشكلة وكان سيدنا رسول الله برضك بيخمر العسل يعني يحط معلقة العسل في الماء مثلا بعد عشاء واشربها في الفجر القيمة حسب نظرية ميورسي دا بيزيد كفاءة وقوة العسل طب إيه اللي بيحصل لما بتتحط في الماء وبتتساب فترة لما بتحصل في الماء بحسب نظرية اسمها ميورسي يطول الشرح فيها شوية بتزيد كفاءة مادة العسل وقيمتها المناعية في الجسر عشان كده التعبير بتاع الحديث شربة عسل وليست عسل دي حاجة فيه معقولة بنستماعي بطرحة دا عايز تضيف حاجة طيب قبل ما أسأل السؤال لا أنا بس أنا بهتم في حاجة تيد الحقيقة مشهورية قوي حاجة مش مشهورة التلبينة وقيمتها المناعية والحاجة التانية اللي هو العسل الحاجة التالتة الحقيقة وهي بترفع المناع لأنها برضك فيها حاجة اسمها جلكتو منان جلكتو منان دا برضك مادة بنسميها شرارة الخلية يعني بتعمل شرارة الخلية المناعة بتعمل شرارة الخلية البشرة بتعمل شرارة الخلية الجهاز العصب وهكذا الجلكتو منان دي موجودة فيه بعض المواد وأشهرها جنين أمحة عشان كده الحقيقة جزء من اهتماماتي دايما الحقيقة للناس إن هو جنين أمحة اهتم بيه وجنين أمحة المزبوط الصح وهو متواجد في الأسواق المصرية بشكل جيد جدا فيه بنسمع إن لما بيجي فصل الشتاء بنأكل كتير وبندخن أكتر وفيه ناس قالوا مؤخرا إن لأ إحنا ممكن نخس أكتر ونستغل الشتاء إنه يعني بنحرق أكتر فنخس فإيه الصح بقى وإيه الغلب لا أبا هو الإحساس بالجوع في الشتاء أكتر ده كلام طبيعي ده كلام صح لكن ممكن نخس في الشتاء ما ندخل بس الشتاء أنت بحتاجة طاقة أكتر عشان تدفئة فدي بتستهلك منين؟ بتستهلك من الطاقات الجواتي طاقات الجواتي دي فيها بقى الكرباهيدرات فيها الدهون وهكذا فبتستهلك جزء كبير من الطاقة فالجزء الكبير من الطاقة ده بيستهلك بالسطور بتاعك اللي هو السمنة طيب نعمل إيه؟ نتحكم في حاسة الجوع اللي بتيجي نتحكم في حاسة الجوع اللي بتيجي أننا أخد أو أهتم أكتر به الحاجات اللي فيها ألياف كتيرة يعني أهتم بالشعيل مثلا في اللبن أهتم به جنيل الأمح مثلا في الزبادي أهتم بالألياف عموما لأن أنا عندي مشكلة أننا الفاكهة مش صالحة قوي اللي التناول في الشتاء ليه ومش عشان ما حاجة وحشة في الشتاء لأ حاجة كويسة قوي لكن إنسان بطبيعته ميال في الفاكهة في الصيف وميال لحاجة سخنة في الشتاء فلو تكلمنا عن حاجة سخنة وحاجة فيها ألياف في الشتاء يبقى بنتكلم في الحالة اللي عن شعيل بنتكلم في الحالة عن لبن بنتكلم في الحالة اللي عن طب يعني الجنين الأمح أستخدمه إزاي أنا عندي في البيت جنين أمح مش عارف أستخدمه إزاي بص هو جنين أمح يعني أأكله كده أو يتخذ كده بالمعلقة مع مثلا كباية لبن أو مية أو كده ولا ممكن يتضاف للأغذية أو مأكلات معينة شوفي هو جنين أمح مدارسو كتير جدا يعني ممكن جنين أمح لو جنين أمح كويس من أنواع المنظيفة أو كويسة دي بتاخد معلقة جنين أمح قبل الأكل مثلا بعشر دقائق ممكن تاخد كده وخلص ممكن تاخد كده وراء كباية مية طب إيه اللي بيحصل جنين أمح فيه ألياف حوالي من وزنه حوالي 25% بيدي إحساس بالشبع فالألياف دي لما بتنزل بتنفيش بيدي إحساس بالشبع لا بيدي إحساس بالشبع بس ده هي بعد إحساس بالشبع بيتقلل امتصاص النرشوات والسكرات بيسبة حوالي 25% يعني حاجات طبيعية جماعة ممكن نستخدمها موجودة حوالينا وممكن في بيتنا موجودة وأنها تساعدنا عن إحنا نخص وكمان دكتور هاني عنده أعشاب وعنده حاجات عشاب رشاكتي أعشاب رشاكتي أعشاب رشاكتي يا دكتور أعشاب رشاكتي دي أساسا مكونة من ثلاث حاجات الحقيقة مكونة من شاي أخضر مكونة من مرايمية مكونة من شيكوريا والثلاث أعشاب أعشاب شيكوريا ومرمرية مرمرية وشاي أخضر وشاي أخضر في ساشة زي ده ساشة زي ده حط على مية مغلية على مية مغلية تي باجز كده واختباري فالشاي ده أخضر مدق مددى الأكسادة ومساعدة على الاحتراق ناخده نتناوله أو نشربه قبل الأكل نشربه قبل الأكل مثلا بيه على طول بخمس دقائي أو بعد الأكل بيه برضك في الحدود دي في حالة خمس دقائي ودي زي ما بقولك بيساعد على الاحتراق بيساعد على الاحتراق المرامية مرشطة جمد الكبد عشان الكبد يحرق الأغذية بشكل أحسن وأقوى اشتغل بكفاء أعلى وعندك الشيكوريا ده برضك بتقلل المتصاص إن الشوكوريا تساعد على التخصيص عشان بتقلل المتصاص وعساس برضك الشيكوريا فيها مادة منوع انيولين اللي هي بتخش فيه اللي بنسميها حرقات الدهون بتساعد أكتر فيه فالثالث أشعة عشاب دول تجمعها كده فيه بكت واحد شيء كويس جدا وخلينا نقول إنه هو طالما جينا ونتكلم مثلا على الشاي الأخضر نقول إنه هو الشاي الأخضر يحتوي على مادة مضادة للأكسادة أكتر من فيتامين سي حسب بعض المراجع فوق الخمسين مرة طيب كلمنا يا دكتور برضو على ماستر تي ماستر تي ده أساسا مجموعة من الأعشاب صحة ورشق وحيويرة هستخدم الحاجات دي بل إن شاء الله يعني مصر تي وبرو على مكونيته برضو شتات شدته هو يعني هو ملي أو أساسا مكون من بردقوش مع إضافات تانية عشان نزول كفاءة بردقوش على فكرة فيه النظرية الحديثة للأعشاب فيه كذا حاجة مهمة فيها رقم واحد أن عشب بحده أو عشب ذاته ممكن مبقاش مؤثر لكن بيبقى فيه مع العشب حاجة اسمها مساعد عشب إن هو يساعد العشب إن هو بيعمل شكل أحسن يعني ماستر تي على سبيل المثال ده فيه بردقوش لكن فيه نوعيات تانية من الأعشاب اللي هي بتخلي البردقوش يعمل بكفاءة قد كفاءة البردقوش مثلا أربع خبص مرات وممكن المواد المضافة دي لباع البردقوش هي تبقى سل نجاح مثلا ماستر تي في العمل وهكذا غالبية الشغل بتاعنا في الأعشاب تسلمي دك يا دكتور على الحاجات الجميلة دي أهزين نبذة سريعة عن أضرار رجيم الكيتو أو نظام الكيتو بصي هو نظام الكيتو ده عمله في التمانينات تقليبا دكتور إيتكنز وعمل كتاب كبير قوي كان الأشهر مبيعا في فرنسا وأوروبا والعالم كان الكتاب اسمه صورة إيتكنز وكان بيعتمد إيتكنز على أساس أنه هو بيدي بروتينات ودهون بشكل عالي فبتلت الدهون بشكل عالي بيجي كسب في لحظة معينة أنه هو يوقف الامتصاص ويبتدي الجسم يعمل نوع من الهزة الداخلية للدهون مشكلة النظام ده رقم واحد أن إيتكنز نفسه مات بالنظام ده ليه؟ لأنا بزود الكيتو يعني زودت الكتون بودز زودت الأجسام الكتونية والأجسام الكتونية ده ده ضرة لكل الجسم من اللاصمة ده خلي حد كده ماشي على إنظام إيتكنز أو إنظام الكيتو خليه يقولي أنه هو ماشي متوازن في الشرع ماشي متوازن خليه يقولي أنه أنا شوفت تجربة قدام عيني يا دكتور على طول عنده دوخة مش مركز ما بيخدش أي نوع من أنواع السكريات إزاي يعني لا لا طبعا إزاي إزاي أخلي ده أنا لما يبيجي لي مريض السكر وعمل له تحليل ولأي أننا الكتون بودز أو الأجسام الكتونية زيادة بخاف عليه ده أنت لو واحدة حامل وحصل فيها الكتون بودز زادت تقصى عجلين بتقصى عجلين بتتلعش بتخافي عليها واخد بالك فإزاي أمشي واحد على نظام بيعمل اضطراب في جهازه العصبي لأنه بيخدش سكريات ده نظام خطير بطفر الشكل السكريات قدران خطيرة يعني وإزاي أدى زود كتون بودز وهو معروف أنه مضرع الكبد وإزاي أزود نظام الكتو وهو مضرع الجهاز العصبي أنت بتعملي هزة في الإنسان ده عشان هيخصه أه هيخصه بس هيخصه ويتحول بعد التخسيس أو أثناء التخسيس لي يعني مش عارف بتشوف واحد بماشي بيتمطوح من نظام بس النظام جيته طبعا لا هو إيتكنز نفسه يعني هو رجل فرنساوي وعمل كتاب مشهور أنا قلت الكتاب ده في التمانينات كان كتاب حلو والكلام المكتوب فيه كان حلو جدا ولكن هو نفس الرجل رح ضحية النظام اللي هو عمره عايزين نصيح كده من حضرتك إزاي نخس بصي هو نعم لي عشان ولما نخس نفضل يعني ما نزدش تاني أو ما يرجعش وزننا تاني شوفي هو عشان نكون واضحين نظام التخسيس هو نظام أكل أو نظام عادات حياة صح أسلوب حياة أسلوب حياة حتى لو عملتي عملية عملت عملية تكميم تتبيس تتبيس هو ده بتعملي فيه هو ده بتعملي أنه هو أنت بتكتمي جهاز الهضم بالداخل مع كل الآثار الجنبية المحتملة فالأساس في الموضوع هو نظام أكل ونظام أكل خلينا نقول أنه إحنا لما نكون في الصيف خلينا نهتم بالخضار والفواكه ونزودها وخلينا لما نكون في الشتاء ناخد الألياف اللي هي الساخنة يعني على سبيل المساعدة بقول لي الجنين أمحو بقول ليك التنبينة وهكذا لا أحطيها في الشربة أحطيها في اللبن أحطيها تلشرب في مية تتحلب بديل سكر ما عندهش مشكلة ده في كله لكن الألياف عشان تبلغ بطن تدي إحساس بالشبع ألياف الفكهة والخضار في الصيف وألياف المواد اللي هي قابلة لإزابة في الحاجات السخنة في الشتاء لأن الواحد بطبعه بيميل الحاجة السخنة في الشتاء وبييميل الحاجة البردة في الصيف الفكهة والخضار في الصيف مهمة جدا الحاجات اللي هي تخش فيه الشرب والحاجات دي بشكل إليافة عالية مهمة ممكن نتكلم بقى عن نظم كتير جدا ولكن اللي أنا عايز أقوله كذا حاجة عايزين نقول إيه الأعشاب التاني اللي موجودة في البروجرام تخصيص عند حضرتك غير رشاكتي ورشينتي أنا الحقيقة أنا مهتم بالحقيقة الأرقام يا جماعة ظهرة للتواصل مع دكتور هاني للتواصل مع دكتور هاني الأرقام ظهرة على الشاشة الحقيقة البرابر بتاعتي أساسا بتعتمد على على سبيل مثال جانين أمح موجانين الأمح ده أنا ممكن أخلي الواحد يفتر الصبح على كوباية لبن أو زبادي أو حاجة واختبارك وبالعاشة برضا كوباية لبن أو زبادي أو أي حاجة ويأخذ معلقة كبيرة من جانين أمح جانين الأمح يعني إيه أليافة عالية هتقاليه المصص النشوية والسكاليات بالإضافة إنه فيه بروتين عالي نضيف أحسن من بروتين اللحمة لأن بروتين بتاعه بيوصل لـ 2-30% بروتين اللحمة كم في المية 25% فأنت عنك بروتين عالي جدا منضف لحاجة تانية فألياف قوية وبروتين عالي ففي النهاية أنت بتقليل المصص النشوية السكاليات وبعد كده بتضيفي قيمة غزائية بالإضافة إنك بتضيفي بقى جالكتو منال حاجة anti-cancer ضد السرطنة وحاجة ضد الامتصاص للشوية السكاليات وحاجة بتساعد على تقييد الكوليسترول وحاجة بتساعد على الرياضي إنه هو يبقى قوته الرياضية أحسن وهكذا مش هتلاقي كلام ده في حاجة زي جانين أمحة هتلاقي كلام ده موجود برضك في الشعيل الشعيل بيلعب بنظام مختلف شوية الجانين الأمحة بيشتغل على الخط بتاع البيتا جلوكان بيشتغل خط بتاع الجالكتو منان جانين الأمحة بيشتغل على الجالكتو منان الشعيل بيشتغل على البيتا جلوكان الجالكتو منان ده شعلة النشاط البيتا جلوكان ده شعلة المناعة عشان كده بتلاقينا في الوصل الشعب بتاعتك نتحايل إنه هو نحط في الشعب شعير مش باع جدا مناعة كويسة جدا برضك بروتين عالي جدا وهكذا والشربة لما بيبقى فيها الشيء الشيء الصح الكويس اللي معهول كويس بتبقى طعمها حلو جدا وبالإضافة بتدي تشبع كويس جدا ده الكلام ده في الاستخدامات الروتيني العامل لاستخدام جديد قمح واستخدام الشيء بنستخدم بقى حاجات بقى زي اللي بان بالصمغ العربي الانصمغ العربي مشهور برضا بقوته في التخسيص باستخدم رشاقتي الماسترتي كل واحد بيشتغل اللي بان بالصمغ العربي ده كلمنا عن دكتور عبران ايه هو اللي بان بالصمغ العربي ده هو اللي بان معمول بعصر طبيعي فطعمه حلو جدا تعند حضرتك فطعمه حلو جدا بالإضافة أنه هو داخل فيه الصمغ العربي بلسبا كويسة والصمغ العربي ده أحسن حاجة لوقاية ومناعة الكده وأحسن حاجة للتخسيص لأن برضك الألياب فيه برضك عالية والصمغ العربي كويس جدا فيه الكبد كسيادة الكبد فبيساعد الكبد اللي هو على الاحتراق بيضافه بقى العسر بقى الطبيعي بقى اللي هو حتى ياخده الطفل وما انتش خايفه على الطفل والسكريات بتاعت اللي بان فده بتصبر الطفل شيء كويس واحنا الحقيقة بنضيفه دايما للبرامج الغذائية بتاعت الأطفال حضرتك تنصحنا باي با؟ نصيح جميلة من حضرتك بصي اللصيحة الأولانية إنه هو نبدأ اليوم بتاعنا بحاجة أليافة عالية لو كلمنا في الصيف يبقى فواكه طفاحة مثلا؟ طفاحة واخده بالك وبعد طفاحة أحدا ممكن نشرب أي مشروب مشروب نشرب مصدر تين دايما أقول له أحدا خل بس الطفاعة واشرب مصدر تين هديك إحساس برقم واحد بالشبع الحاجة السخنة بردك تامل حاجة هدينا طاقة نحن نمارس بقى عملنا ونشاطنا اليومي ممكن أنصحه بعد كده في قبل الغدر إنه بياخذ رشاقتي بردك هديه إحساس بالشبع فباش هزود الأكل بالإضافة إنه هو الجهاز اللي هاتب بتاعه بهيب أنشط فالجهاز اللي هاتب أنشط دائما مش هبقل الأغذية في الجهاز الهاتمي فترة طويلة فبيفقد كتير من الأغذية اللي بياخدها بدون ما تقعد في الجهاز الهاتمي وامتصاص أكتر وامتصاص أنت عارفة إنه إحنا أحد مشاكلنا في السمنة إن القولون نفسه لما بيفضل فيه الأكل بشكل أطول بيعيد الامتصاص المواد بس المواد بيعيدها امتصاصها بيه السميات بتاعتها وبعض الحاجات اللي هي بتبقى عبقى على الكابت فالكابت ما يحرقش الأغذية طيب ومن الغداء بقى للعاشة عشان خلصاً الوقت بيقلص معينك من الغداء للعاشة خلينا نقول إن إحنا ممكن ناخد فاكهة في الفطري فاكهة أو زبادي أو ممكن نقول فاكهة خضاراتنا جوافة مثلاً كومترة أو رمان فاكهة وحاجة سخنة بقى من الحاجات اللي هو بيحبها يعني هتلاقي اللي بيشرب كوباية الشاي بتاعته أو كوباية العشان بتاعته وهكذا كوباية الشاي الأخضر بتاعته يعني والشاي الأخضر بقى مملكة كبيرة جداً الشاي أخضر ممكن تلاقيه في التيبك زي كده وممكن لها الشاي أخضر سريعي الزوبان بقت مملكة كبيرة أو الشاي أخضر الحقيقة طبعاً إحنا كده بنتكلم من الحاجات الطبيعية أسلم وقافية لنا طبعاً بكتير من الأنظمة التانية أو الأدوية أو الحاجات دي كلها نحافظ على صحيتنا ونحافظ على جمالنا وبنشكر حضرتك جداً يا دكتور شرفتيني ونورتيني كالعادة دايماً بتضيفلي كتير ومسيئة المعلومات الجميلة والقيمة اللي قلتهي للنهر بقيت شارفها ولا المشاهدين متهيألي وبشكر كل اللي بيشوفوني وبتابعوني وصفحة البرنامج على فيسبوك برنامج مملكة الجمال مع رشا محمدي هستنى استفساراتكم وتوصلكم معايا عن طريق الرقم البرنامج وبيجي البرنامج وشكراً وإلى اللقاء وستنيني الحلقة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكراً وبرنامج وشكراً وضعاوا